كيف يبدأ الفيلم مع ديف اللي غادي مع ابنته وبجوج في الطريق بنته الكبيرة اسمه إيفا والصغيرة اسمه كاترين وهو مدابا شهدين طريق لدارهم في الغابة حيث الغاب بدأت تقطع على العلم كله والبيترول تقريبا حتى هو مقطوع وصلوا لدارهم في الغابة وقلتوا صغير قليلا وتقطع عليهم الغابة كاترين جاءت عند اباها يرى لهم شيء حل الغابة حيث عندها امتيحان وخاصة تراجع عليه اباها قال لها غير سيحفظة على الغابة حتى نرى شيء حل من بعد فمشأت البيتها كتحفظ من مراهحة البيت الذي يدها سهلة له الشارج وطفة ومعندها كيف تقوم بشارجه خرجت الطنوبيل اباها وقلبت فيها فلقيت البيت آخر مشارجي هزاته ودخلات ونسات لم تسد الكوفر الطنوبيل في النهار الثاني يخرج ديفو بناته كي يقلبوا على الليسانس من المدينة كي يبقى ويخدموا الطنوبيل ويخدموا حتى الموتور الغابة ولكن قلقوا الباتريا للطنوبيل الخاوي لأنه لكل الكوفر مفتوح هو سوى لهم كوندارها كاترين قالت له انا اللي انسيته مفتوح وطلبت سماحه منه ديف قلس كي يصاب في الباتريا ويحاول يخدمه ولكن لم يخدم له فهذا الوقت بناته وكان وحده وسمعه في الراديو بالله العالم كله تقطع عليه الضوء وحتى الطوارئ لم يكن لديه شيء حل حيث الأمور خرجت على السيطرة وطلبوا من الناس يعيشوا الحياة البدائية بلاده حتى يرى ما يمكن يديره ديف جاءت فكرة وهي يبقى يدفعوا الطنوبيل بيديهم حتى تسخن ولكن حاولوا معها حتى عيو ولم يعملون وقع الحلول الذي يجرب لم يعملون يبقى هكا كم ضاربين معها حتى طوال الليل فأرجعوا ودخلوا للدار البنات بدأوا يخافوا حتى هذا شيء يشبه لنهاية العالم وحتى من الراديو تقطعت عليه الشبكة ولم يبقى خدام لغضله في الصباح كاترين كانت تحاول تخدام الراديو تماجه عندهم باهم ديف وقال لهم لقيت الحل لكي نخدم الطنوبيل خرجوه معها لبراه وهو واجب من شارد الدوم شارجي فأخذها يدور حتى تخدم الباتري ديال الطنوبيل وآخيرا نرجع لهم الآمل وفرحه ركبوا كاملين وشدوا الطريق المدينة وهما غاديين يجبون البنية أخوات والناس رحلات تقلبين في أن تعيشوا بالدوم ومن يصلوا للسوبر مارشي تقدموا ما الذي خاصهم يجبونه خاوي ولم يبقى في حاجة حيث الناس بالخوف كانوا يشربوا وكانوا يسرق كل شيء هنا وقف عليهم واحد بسلاح وهو ملهد السوبر مارشي واسميته ستان هددهم بسلاح حتى يحساب له جيد يشفره ديف شرح له بالبقاء غير يتقضى وليس يشفره فأخذهم دخلوا جمع ذلك الشيء الذي يبقى وخاق ليل والدود تقضي الطنوبيل تماجه عندهم ستان وعطاهم كارتونة الشمع والمازوت من بعد مشوحته كاترين مع صحابها حتى يراجعوا مع بعدياتهم على حساب الامتيحان في الليل أرجع ديف و إيفا حتى يجبوا كاترين من عند صحابها منين وصلوا عليها لقواها ضايخة بكثرة القراية ركبوا الطنوبيل حتى يمشوا للدار وبقوا يغنيوا بثلاثة غير حتى ينسوا قليلا في الطريق كانوا جوجة الرجال موقفين الطنوبيل حتى يسرقوا منها المازوت ديف يحساب ليه بغين يعاونهم فانزل عندهم ولكن لم يقربوا ليهم وقالوا له يرجع للطنوبيل و يكمل طريقه و حسن له هو خف على ابنته و اركب الطنوبيل و اذهب في النهار الثاني من انفاقه ديف قال لهم سيبقى هنا لمدة طويلة و لم يبقى سيرجعها بطل المدينة التي تخطر بكثرة لهم حيث الناس بدأوا يقتلوا في بعضياتهم على حساب المازوت كاترين تعصبات حتى تفكر في المتحان ديالها فأخلاتهم وخرجت على بره مراهام شا عندها بباها فلقها تقطعها في الخشب وقال لهم أن نفعل هذا شيء غير مصلحتكم حيث العالم او خطر علينا و أخاها كاترين ما زال مع الصباق و جاوباته بطريقة ناقصة هو خلاها و يقضع الخشب من الشجر و هو يقضع بالمنشار يزلق له من يده و جاء له فرج له غوة مجهد حتى سمعوا ابنته و خرجوا كي يجري و عنده و لم يصلوا لي حتى يمشى منه بزاف ديال الدم و الدربة كانت خطيرة حيث جاءت لي في شريان ديال الفخض هو حس بالموت و بدأت يوصف ابنته لكي لا يتفرقوا على بعضياتهم و يردوا البل لرأسهم و أمور شوية ديف مات بين يدين ابنته التي تضموا و حزنوا عليه كثيرا و بقوا مساكن مع مقلجة دياله للكامل في الليل جاءوا لهم الحيوانات و كانوا عليهم يهجموا عليهم ولكن كاترين شعلت عليهم البلو و هربوا الغدليح فروا حفرة في الغابة و دفنوا بباهم فيها و رجعوا للدار و حتى وحده فيهم ما قادر تهضر ولا تدير شيئا دهزت شراين و الأخواتهم لا يزالون عيشون هنا غير بوحدهم و بعد على المدينة و الناس و حتى الماكلة لم يبقى لهم من غير البيض لكي يبقى لهم الججل المربيين من أن في طروجة إيفا هزم على البيض المازوت و تريد تخدم الموتور الضوبي ولكن كاترين حبستها و قلت لها أن نجعلها للطوارئ و أن نضمنه أن الطنوبيل دائما تبقى أخدام حيث سوف يحتاجونها إيفا لم أعجبتها و حضرتها فخلتها و دخلت سدات عليها في البيض بوحدها من بعد ناضس كاترين لكي تطيب الغضاء و خرجت البرة لكي تجيب البيض من عند الججاج ثم تضمنه لكي تجاج ميت يعني الحيوانات البرياء كلاوهم و المشكلة هذا هو الماكلة الوحيدة اللي بقى لهم دخلت للدار كتبقى على أختها لكي تقولها لها ولكن لم تريد تفتح ليها خلتها و توجد دكشي اللي كاين و قلساتك تسين فيها جدا تاكل معها ولكن إيفا جاءت غير خدت الماكلة ديالها و تاكل بوحدها كاترين بقى فيها الحل من هذا الشيء حيث لم تريد تخصم مع أختها و في الليل كاترين قصت بلاس تختارها و لم تلقيتها فخرجت الغابة تجري تقلب عليها ثم لقيت الحلوف كي يأكل فيها فبقيت تغوط حتى فيقات أختها حيث كانت غير تحلم دهزوا الأيامات و في واحد من نهار كان ليل وشتاة بثاف كاترين كانت تقرأ ثم ترى في الثقاف يدخل من النشتاة أيام كانت تمسح في الماء و فوق هذه البلاسة لقيت طرف الشكلات كاترين فرحت كثيرا لأن هذه المدة كلها لم تكن شيئا جميلة عيطت على أختها بجد تأكل معها ولكن لم تسمعتها فكلته بوحدها هنا دخلت أختها و غير شفتها كانت تأكل في الشكلات تأصبات عليها حيث كانت تأكل فيه بوحدها و لم أعطيتها شيئا منه و هنا سمعوا الضقام في الباب كاترين خدت سلحها و مشت فتحت ساعة ألقته غير ماكس واحد من أصحابها الذين يقرأوا معها قال لها بالمدة هذه ما شافها و جاء غير بش يطمن عليها دخل عندهم الدار و قال لهم على حالة المدينة التي تدمرت و لم يكون صلحة لعيش حيث الناس جهلت و لم يكون قانون و يقتل شيئا لقد خرجت كاترين مع ماكس يلعب في الغابة و في الليل جمعوا بثلاثة و بدأ ماكس يعزف ليهم إذا ملت فخلتهم و مشت سولها ما لها مشت هكذا فقلت له كاترين رهام برز طمع المصابقة در رقص دياله و تدرب ليها هو جاوبها رهام بقى لا رقص ولا مسابقة العالم تدمر و كل شيء وقف فقلت له ماكس و قال لكاترين رهام برز طمع يقولوا لا تقضع فيها الضوء و قال الناس رحلت ليها و قطر حاليها يمشي حتى هما كاترين عجبت هذه الفكرة و منهم قالوا هل إيفا لم أرغبت و قالت لهم لو أرغبت أن تذهبوا و خذتكم تذهبوا على الأقل 8 شهر في الغابة و إذا لم يقتلكم البرد سيقتلكم الحيوانات و أخاها كاترين و قررت تشت طريق غير هي و ماكس و خلت اختها بوحدها و فعلا شدوا الطريق بجوجه نهار كامل و في الليل قلسوا يخيمه الغضل له كاترين عاد حساة بالتخرب يقلي كدير فيه و تنادم معها الحال و قالت لماكس غير يكمل بوحده و هي رجعت بحالها كيف تدخلت للدار شفت أختها و جاءت تجري عن نقاتها حيث رجعت و لم تتخلت عليها مرما دزت 6 شهر على هذه الكاريتة ديال الضوء دزت هذه المدة كلها و الخواتات عايشين غير على النباتات ديال الغابة و يفرزوا بالمزيانة و السامة بواحد الكتاب النباتات عندهم الخواتات ديال الغابة قرروا يحتفلوا بالنجاة ديالهم الستشور كاملة و قرروا يخدموا الموتور ديال الضوء غير شوية و يحتفلوا به غير شعر الضوء و فرحوا بزاف و لكن لقوا الانترنت مقطوعة و حتى الرئيسون لم ينشف التلفونات و حتى الإشارة في التلفازة لم ينشف وضعوا ذلك الشيء و يخدموا فيديوهات لهم و هوما و باهم يلعبوا و تفكروا ذلك رياتهم معه و يبكي و حتى الصباح في النهر الثاني كانت إيفا تقطع الخشب و كاترين دخلت للغابة جمع النباتات مرشوية جلت من مستان والسوبر مارشيل اللي كانوا تقطعه من عنده و قف حدا إيفا و بدأوا يهدروا على الحالة الناس و المدينة إيفا حسات بالخطر و قلت له بابا راح قريب يأتي هنا هجم عليها و تعدى عليها مسكينة و ضربها حتى صخفات و سرق المازوت والطنوبيل ديالهم و ممشى و من جاءت كاترين لقيتها مازال صخفانة فمشت في إيقاتها و هزت الفات كتعيط على الليدار في خطاه هذا الشيء و لكن كان هرب في الليل كاترين صدت عليهم الضار مزيان باش ما يقدر يدخل عليهم حد دهزوا يامات قلال و إيفا مازال مريضة نفسية من ذلك اللي يوقع عليها و حتى الماكلة لم تبغيش تأكلها كاترين شفتها في هذه الحالة فبقت فيها و مشات خدمت الموتور ديال الضار و شعلت ضع لها غير باش تغير لها الجو شوية و تفرحها إيفا استغربت كيف حتى خدمته و ستنسرق منهم المازوت كاترين قلت لها سرق بيده المفع و عوض المازوت و هنا دهز كثير من المشهور على هذه الحالة دخلت كاترين الكوزينة تقلب في الماكلة المعلبة الذي يبقى مخبعين و لكن لقوا كل شيء يخسر و لم يبقى صالح للماكلة بدأت تقلب في الرفوف حتى تلقى رسالة من أباها و مخلي لهم في وسطها زريعة البيضة كاترين اخذتها و خرجت الجردة تحفر بشتغرسهم و لكن جاءت الزحجرة كبيرة فتشد عليها ظهرها و لم يبقى قادرة توقف جاءت إيفا و دخلتها للطار و بدأت تدوي فيها و هنا احتهيت أزمات و بدأت تكتبكي و قالت الاختاب الذي لم يقدر تخطى ذلك شيء الذي يقع لها مع أستان كاترين حاولت تواسيها و قالت لها لا تخافيش أنا سأبقى معك ديمة الغد ليه بدأت إيفا ترد و في كل مرة يحسب لهم غير بسبب الماكلة التي يأكلها حتى الوحد منه رأيت إيفا عند أختها و قالت لها راني حاملة كاترين قالت لها من الأحسن الطيحة حيث عايشين مكرفسين و لم يخصوا شيء مكرفس حتى هو و لكن إيفا لم تريد و قالت لها لم تستعد أن أخصر شيء آخر في حياتي و قررت تخلي البيبي و أمور شهورة إيفا تقلت و قربت تولد كاترين قالت لها خصك تبدأ تأكل ماكلة صحية لكي يتزاد بخير و انصحتها لكي تأخذ فيتامين بي 12 و هذا الفيتامين كان غير في اللحم هنا كاترين أخذت سلحها لباها و خرجت لغبة صييت حيوان و ظهرت فوق الشجرة و غير رأيت واحد الخينزير تلات فيه و بقوة السلح تلاته من الشجرة و طاحت و بعد ذهبت الخينزير و طلبت منه استمعها حتى قتلته أخذت الكسداق قسمتها و طيبها و قلستها و اختها في الجرده لتخطره على البيبي و ما بنته ولا ولد كاترين كانت تقول بما تأكده ستكون بنت في الليل كانوا قلتين يتعشونه و ايفا لم يكن شيئا تحرق فطلبت من كاترين تخرج ترى و لكن من انطلات لم ترى و مراهام شاو نعصه في نصف الليل سمعه صوت مجهد فتخلعه كاترين خدت سلاحه و يتأكده ثم تلقى ستقف ديال الدار و طرف بسبب الرطوبة في هذه الليلة بدأت العلمات الولادة على ايفا كاترين خدت كتابه و بدأت تقرأ كيف اختها في الولادة و قلت لها بالليل وجع يبقى 18 ساعة و هنا الثقف ديال الدار تهو و كمل عليهم و بدأ يطيح فقروا يخرجوا من الدار قبل ان تريب عليهم مشاول واحد البلاسة السرية كان صوب هببهم قبل ان يموت الداخل في واحد الشجرة و تم ايفا و لدات و ولد و قلت لغتاها انت خسرت المخاطرة لغتله من هنا رجعوا للدار لقوا الثقف كله طاح و لا تريحها خايبة في الدار يعني لا يستطيعوا يعيشوا فيها ايفا قلت لغتاها خصنا نحرقوا الدار كلها هكا ستوصل الخبر للناس اللي كان ممكن شينهار جيت ادينا و إذا عرفوا الدار تحرقات سيقولوا حتى نمتنا في وسطها و هكا ما سيبقى حد يقلب علينا و فعلا اقتنعوا بالفكرة و بدأوا يجمعوا حويجهم و دكشي اللي غالي عندهم ايفا لم تلمزوا في الدار كلها و كاترين شعلات العافية و هكا تحرقات الدار و تحرقوا معها حتى ذكرياتهم عباهم و طفولتهم كلها و من بعد شدوا الطريق و ستلغى بك يقلبوا فين غادي يعيشوا و هنا تسالة الفيلم دينا نتمنى الملخص يكون عجبكم و لا تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايتا و ديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجاية تهلا و و نتلاقاوه في الفيديو الجاي